هو كيف تنقول اليوم ماشي موضوع باش نبينه على أن المرأة عند هات المميزات لأن الأصل هو هات المميزات هي طبيعية فطرية لا يمكن أن نناقشها في الدينامية ديالها في الفيزيولوجيا ديالها في الحضور ديالها في الفكر ديالها يعني كل ما أوتيت من حكمة ومن قيمة وما كان القيادة النسائية حقيقة نحن تعودنا في الطبائع وفي العلاقات وفي الدينامية كلنا نتكلم عن القائد الرجل القائد هو الذي يستطيع أن يقود والقائد هو الذي يستطيع أن يتحمل المسؤولية في إطار مؤسسة الزواج في إطار العمل في إطار جميع المؤسسات لكن الآن يجب أن نكون أكثر واقعيا لأن هذا المفهوم أصبح متجاوزا بل حتى وعندما كنا نروج له لم يكن مفهوما حقيقيا لأن القيادة تعني من يستطيع أن يقود وبالتالي من باستطاعته أن يدبر مجموعة في إطار معين والغريب في الأمر هو أننا عندما نتكلم عن الأهل النساء فإنهن بالفطرة يمارسنا القيادة لكن للأسف الشديد أن المجتمع بسائطة عامة لم يعير هذا الاهتمام بمعنى ما عمرنا كنا نتكلم عن القائدة داخل الأسرة أو القائدة في العمل أو القائدة في تسير مجموعة معينة فكنا نعتبرها كأنها تمارس مهمة كمية لكن ننتظر ذلك القائد الذي هو الرجل الذي يأتي ويمارس معين ونحيطه بانفهم القيادة الآن القيادة النسائية هي قيادة اعتبارية قيادة الممارساتية والدليل وأنه العالم والمغرب على وجه الخصوص أصبح يتفرد بمعنى أنه متفرد في وجود قائدات نساء في مجموعة من الأماكن في مجموعة من المحافل في مجموعة ويمارسنا هذا ليس فقط بمنطقة المساواة فقط ولكن بمنطقة كذلك القيمة والكفاءة والمهارة والفعالية صحيح لذلك حتى نكون أكثر واقعية فالقيادة النسائية هي قيادة طبيعية نتكلم عن القائد الطبيعي القائد الذي هو بالفترة بالممارسة يمارس هذه المهمة فهي مهمة منطبة النساء على وجه التحديد إذن إلا ركزنا على هذا الشيء اللي قلت السيكاريم المرأة عندها مقاومات اللي كتخليها أنها تمارس القيادة وبفعالية شنو ماذا المقاومات طيب المرأة إذا جئنا نتكلم عن المرأة هي كائن يشبه الرجل في مجموعة من الأشياء دائماً لدينا هذا التمييز الكبير جداً ولكن التمييز هو في بعض الأمور في بعض المسئوليات أتفي إطار المسئوليات لأن لم نعد نتكلم على المسئوليات والأدوار نتكلم على ما يسمى التداول على المهام يعني ما يستطيع الرجل أن يقوم به الآن قد تقوم به المرأة والعكس كذلك لهذا المرأة أولاً بطبيعة الفطرة ديالها هي إنسانة مستعدة بالفطرة لكي تكون قائدة بل أكثر من ذلك وأن ما يميز المرأة المرأة من الناحية المفسية بالخصوص هو قوة الإدراك وقوة تمييز لذلك أنا نقولها بالدارجة المرأة تيم كلها أن تتكلم معك وتتنسط لواحد شيء آخر وتتفكر في أشياء أخرى وربما ونظروا قاعد تبلغة العامية ويسمحوا لي المستمع الأفاضي تقدر تكون في المطبخ ديالها وأممتوا تتجاوب على الهاتف وتتفكر في الأمور اللي غد يدير لأبناء ديالها هذا الأمر لا يمكنه أن يقوم به الرجل